رداً على قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب حكومة تل أبي بوقف الاستيطان أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بمصادرة 35 دنماً من أراضي قرية عابوت قضاء رامالله نتابع هذا التقرير تفاجأ أهالي قرية عابوت شمال غرب رامالله بقرار من سلطات الاحتلال يقضي بمصادرة 35 دنماً من الأراضي الواقعة على المدخل الشرقي للقرية والتي تعود ملكيتها لعشة أشخاص من سكان القرية دون إعطاء سبب للمصادرة أو وقت كاف لأصحاب الأرض للاعتراض حيث شرعت قوات الاحتلال بتجريف الأرض في ذات يوم تسليم القرار حطوا ثلاثة أيام اعتراض لأصحاب الأراضي من أهل العبود فكثت ذلك ثلاثة أيام رحناً أهل العبود ليش؟ لأنهم من 10 البيان في 1-1 مش في 28-1 حسب ما هو مكرر في المكتوب في البيان بالزبط يعني خلاص صرت الأرض لهم باعتبار بدون حدي كلهم رايحين أصحاب الأرض راحت عليهم الأرض ستة آلاف دنماً من أصل 15 ألف دنماً هو مجموع الأراضي التي استولت عليها قوات الاحتلال في قرية عابود حتى اليوم لتحول حياة أصحاب القرية والذي يبلغ عددهم 2500 نسمة إلى سجن صغير مدخلها الغرب مغلق من بداية انتفاضة الأكثر سنة الألفين ومدخلها الغرب الثاني الذي يربطنا مع شكبة برضو تم إغلاكه خطة استيطانية هدفها تغيير التكوين الديمغرافي للقرية وفرض واقعاً جديداً عليها يعني موافقة الأمم والتحدة على قرار منع توسع الاستيطان يعني هذا نعتبرها ردة فعل لإسرائيل بأنه أنتوا بتطالبوا بوقف الاستيطان وبأنه الاستيطان هو حجر عثرة أمام المفاوضات ردة الفعل أنه إحنا لأ هذه الأرض إحنا بنسيطر عليها إحنا إلنا حق التصرف فيها وبالتالي هم بحاولوا دائماً يأخذوا أو يسيطروا على أراضي أخرى جديدة حتى في النهاية يعني الإسرائيلي يقول أو المفاوض الإسرائيلي يحقي أنه أنتوا عشو بدكم تفاوضوا يعني معظم الأراضي هي أراضي إسرائيلية باتت سياسة حكومة الاحتلال سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث لقرارات مجلس الأمن الدولي أو مطالب السلطة الفلسطينية فدون وجود خطة ممنهجة للدفاع عن الأراضي والمواطنين ستستمر حكومة الاحتلال بالاستلاء على الأراضي شيئاً فشيئاً حتى آخر دنهم من قرية عابود قضاء رام الله آية الخطيب رؤية